نصيحتي أولا عليك بالقرآن والسنة الثابتة الصحية اكتئت في تحصيلهما قدر جادك واستطاعتك وبعد الأمانة من أن تلتقي ببعض أهل العلم في بلدك الذين يسيرون على الأهل نهجة للسنة والجماعة يعلموك ما جهلت من أحكام دينك لا تشترك في جماعات ولا في أحزاب هذه الجماعات والأحزاب تصد عن تعلم الدين في الغالب الأحوال وتولدك العصبية فأنصحك أن تتعلم الكتاب وأن تتعلم السنة ولن تخسر أبدا ولن تندم وستشكرني يوم القيامة إن شاء الله تقول يا رب هذا أرشدني إلى تعلم كتابك وسنة رسولك وتدعو إلى الله بالذي تعلمته الله قال وأنت قلت ما قاله الله للناس تساب أو لا تساب تساب طيب الحمد لله تساب أو لا 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 ت شكرا